تستضيف عمان غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر بحضور وزير الخارجية السوري ويأتي الاجتماع بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استكمالا للقاء التشاورية الذي صدفته جدا منتصف الشهر الحالي ويهدف الاجتماع للبناء على قنوات التواصل العربية مع الحكومة السورية لبحث المبادرة الأردنية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية مع الفاجعة المفاجئة التي ضربت سوريا وتركيا بداية أشباط الماضي عادت الروح الدبلوماسية في العلاقات العربية مع دمشق فالأردن كان صباقا في ذلك حتى ما قبل الكارثة الجغرافية إذ إن العامل الجيوسياسي بين عمان ودماشق كان مؤثرا على الأردن ولا يزال في عديد من الجوانب قد لا تنتهي عند أزمة اللجوء والعلاقة الاقتصادية والزراعية والسياحية العريقة بين الجارين الأردن وسوريا وترجمة لذلك تجتمع طاولة دبلوماسية في عمان بين وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر بحضور وزير الخارجية السوري لاستكمال ما بحثوه في جدة قبل نحو أسبوعين فنتائج الاجتماع المرتقب وما بعده ربما يمكن البناء عليها هدف رئيسي واحد هو عودة سوريا إلى الحضن العربي بعد غياب تجاوز عقدا من الزمان جاء على وقع هبات شعبية تحولت بشكل متسارع إلى نزاع مسلح تدخلت فيه قوى إقليمية ودولية منقسمة إلى صفين لطالما نقلت معلومات أن العلاقة بين عمان ودمشق لم تنقطع على المستوى الأمني والسنوات القليلة الماضية أثبتت ذلك من خلال انخفاض حدة النزاع الداخلي المسلح في سوريا وانتزاع الجيش السيطرة على العديد من أراضيه من قبل فصائل إرهابية ومعارضة وعند الحديث عن النتيجة السياسية لذلك ظهرت الاستدارات الدبلوماسية وبدأت المياه تعود لمجاريها بين دول الخليج على رأسها الإمارات والسعودية فالزيارات المتبادلة بين هذه الأطراف قد تمهد تدريجيا لدعوة سوريا إلى قمة جامعة الدول العربية المرتقبة في الرياض الشهر المقبل كل هذه الأحداث والاستدارات وربما أبعد من ذلك يعيشها العالم منذ بداية العام الحالي كما أنها تفتح أيضا باب التساؤلات عن مستقبل العقوبات الغربية على دمشق ومن يتعامل معها على رأسها قانون قيصر المقر منذ عام 2019 فضلا عن وجود بعض الدول العربية الرافضة لعودة العلاقات مع سوريا حسب ما قالت وول ستريت جورنال الأمريكية فالماضي قد تمحوه خطوات المستقبل وما حوله من إرهاصات تدعو للالتحام العربي وحل الخلافات والأزمات وتطبيق سياسة صفر مشاكل رحب مباشرة بوزير الإعلام الأسبق سميح المعيطة من عمان أهلا ومرحبا بك سأبدأ معك بهذه المحاولات المتكررة والجهود الأردنية لربما التي بدأت بشكل مباشر بالتواصل مع الجانب السوري الآن ما السيناريو المتوقع في الاجتماع الخماسي غدا كيف ستكون الأولوية لإعادة سوريا إلى الحضن العربي من خلال إقناع الدول العربية أولا مسار خير لحضرتك أعلم لكل المشاهدين الحقيقة هذا الموضوع في رؤيتين أو في مسارين المسار الأول هو عودة سوريا إلى علاقات سنائية مع الدول العربية بشكل منتسارع وهذا يجري خلال فترات الماضية سوريا توسع دائرة استعادة علاقاتها العربية العربية الأمر الآخر عودة سوريا للجامعة العربية والقمة العربية وبعتقد الطريق شبه ممهد لعودة سوريا إلى قمة الرياض التي ستعقد بعد شهر من الآن تقريبا في 19 أيار القادم يعني فيه جهد واضح وفيه شبه توافق على عودتها إلى الجامعة العربية لكن هذا المسار يبقى في الإطار العربي ولا يذهب إلى إيجاد حل حقيقي للأزمة السورية الأردن لديه تطور ربما أوسع من ذلك الأردن مع عودة سوريا إلى الإطار العربي والأردن على الصعيد السماء أيضا هناك علاقات جيدة بين سوريا والأردن وهناك تواصل دائم حتى خلال الأزمة لكن الأردن يؤمن كذلك أنه يلابد من عودة سوريا إلى الإطار الدولي والسبب أن سوريا حتى تتخلص من العقوبات تتخلص من قانون قيصر تتخلص من المقاطعة التي تفرض على الدولة السورية من قبل برلمانات وحكومات أوروبية والولايات المتحدة وأن نتحدث بعد ذلك عن عودة اللاجئين عودة آمنة طوعية وعن إعادة الإعمار وعن إنقاذ الشعب السوري من أزمة الاقتصادية هذا لا يثأت فقط بالعودة العربية يحتاج أيضا إلى فتح الطريق أمام سوريا للعودة إلى المجتمع الدولي طبعا في المقابل هذا أيضا يفرض على الدولة السورية أن تذهب باتجاه خطوات بالحل السياسي وخطوات بالانفراج السياسي مع شعبها ومع الدول في العالم لأننا المسار العربي أعتقد أنه أصبح شبه ممهد لكن لا يكفي ولا يفكك عقد الأزمة السورية الأساسية سيد سامي على الرغم من الحديث بأن الطريق ممهد للعودة للحضن العربي هناك بعض الإشارات وبعض المراقبين لربما يتحدثون عن عودة والسؤال هل هي عودة فردية ستكون أو عودة جماعية وهل ستجد هذه الدول التي أخذت زمام المبادرة صعوبة في إقناع باقي الدول العربية بالفعل بعودة علاقاتها مع سوريا على مستويات كما كانت عليه ولربما أكثر من ذلك هل هذا الشيء مطروح فعليا؟ شوف أنا ذكرت لحضرتك أنه هي شبه ممهد لأنه ما زال في عوائف وفي دول متسددة تجاه علاقاتها بالنظام السوري لكن نحن نحكي عن مسارين كمان نحكي عن العلاقات السنائية بين هذه الدولة وسوريا وتلك الدولة وسوريا وبين عودة سوريا للجامعة العربية ربما هناك دول لا تريد أن تعيد علاقاتها السنائية مع النظام السوري ومع الدولة السورية لكن ربما تفتح الطريق ولا تمانع ولا تقطعاق أمام عودة سوريا للجامعة العربية فهذه المسارين مختلفات يعني عودة سوريا أو حضورها القمة العربية القادمة في السعودية لا تعني أن كل علاقاتها العربية السنائية تتعود كما كانت هناك دول تتحفظ وترفض إقامة علاقة ولذيها ما زال مآخذ على أداء النظام السوري فيما يتعلق بالفترات الماضية لكن كما قلت هذا المسار أعتقد أنه شبه ممهد الدول العربية الفاعلة المهمة في الإطار العربي اليوم كلها تميل لعودة سوريا وتزور وزارة دمشق واستقبل المسؤولين سوريين وغدا بالاجتماع بعمان وزير الخارجي السوري سيكون موجود سيكون موجود ليستمع إلى خلينا أقول مجموعة من الأمور التي يجب على الدولة السورية أن تقوم فيها حتى تستطيع أن تفتح الأبواب لها مع المجتمع الدولي لأنه هذا عمل مهم لأن السوريين لازم يفكروا بطريقة أنه أنت ماش تقطف بس مكاسب في علاقاتك العربية وتفتح المجال مرة ثانية لا كمان عليك أن تقدم أثمان حتى تستطيع أن تستعيد حضورك العربي والدولي والإقليمي بشكل كامل بالحديث عن الأثمان بالحديث عن الأثمان التحركات الأخيرة السورية من يتابع لربما نتحدث عن اتجاه وانفراجة وربما فتح جديد لبداية علاقات سواء مع السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول نتحدث لربما مؤخرا عن ارتباط وتقارب تركي سوري أيضا ارتباط إيراني سوري نتحدث عن إيراني سعودي كل هذه المتغيرات في هذه المنطقة هل فعليا هي أثمان ستدفعها سوريا والبعض يتحدث بأن العودة الطوعية لسوريا إلى الحضن العربي يجب مقابلها أن يتم الاستغناء عن إيران في هذه المنطقة وتحديدا كلاعب أساسي في سوريا هل ستستطيع سوريا إيجاد هذه الموازنة فعليا وتقدمها إلى الطرف العربي شوف خلينا أقول لما في مصطلح أثمان البعض يعتقد شروط عربية أو شروط أردنية لا نحن نحكي عن متطلبات خلينا أقول حتى تتخلص سوريا من العقد الموجودة في علاقاتها الدولية لكن مثلا خذ الأردن على سبيل المثال الأردن لديه مشكلتين أو قضيتين أساستين يسعى لحلهم مع سوريا الأولى متعلقة بإيران ليس بالوجود الإيراني بسوريا لأننا قد لا نستطيع أن نفرض أو على العرب أن يفرضوا على سوريا أن تخرج إيران وقد النظام السوري كله قد لا يستطيع اليوم التخلص من الوجود الإيراني بسوريا لأن الإيرانيين حفروا أساسات وحفروا بنا تحطية ثقافية وعسكرية وأمنية لهم في سوريا لكن أنا كأردن على سبيل المثال أنا بطلب من سوريا أن تحمي حدودها وأن توقف حرب المخدرات الموجودة الطائفية من الميليشيات الإيرانية على أردن لكن هو بقيم علاقات مع إيران في داخل سوريا هذه قد ستخصه لكن أنا يجب أن لا أدفع ثمن الوجود الإيراني بسوريا بتهديد أمني واستقراري كبلد زي الأردن موضوع اللاجئين على سبيل المثال اليوم عودة اللاجئين تعرف الأردن عنده وجهة نظر بالعودة الآمنة الطوعية يعني لم يجبر سوريا على العودة إلى بلده لكن هذه تحتاج إلى شروط أنت سوريا تستطيع أن تساهل شروط العودة على السوريين في موضوع التجنيد الإجبالي العسكري في موضوعات العفو عن الناس مطلوبين في موضوعات يعني كثير من النقاط المطروحة عربيا على سوريا بعد ذلك تصير عودة السوريين أسهل من ذلك الموضوع مش سهل يعني خلنا أقول لك الإطار الشكري إلوه عودة سوريا للجامع العربي وأعتقد اليوم هو من الاستحقاقات الأسهل لكن الاستحقاق الأسعب تسكيق عقد الأزمة السورية وهذا يتطلب من الدولة السورية اتخاذ خطوات جادة وحقيقية وغير مراوغة مع العرب أولا وهو أيضا مع المجتمع الدولي حتى نقول إحنا رحنا لتفكيك هذه الأزمة واستعادة سوريا حضورها ودورها بشكل أسفل شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة كنت معنا وزير الإعلام الأسبق معالي سيد سميح المعيطة من عمان شكرا لك أرحب بأستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات دكتور حسن الممني من عمان أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسن نتحدث عن السيناريوهات المتوقعة لتثبيت المبادرة لربما والسير خطوة إلى الأمام في مسألة عودة سوريا إلى الحضن العربي وبالتالي هل نتحدث عن عودة فردية قد تكون أم عودة جماعية مساء الخير لك والمشاهدين مما لا شك فيه اجتماع غدا بالتقدير الخاص هو يعتبر اجتماع جاء على نجاحات جزئية حققتها الدبلوماسية العربية بالاشتباك العربي السوري بهذا الجانب بهذا الاتجاه اللي بتقدير الشخصي تعززت منذ الكارفة الإنسانية وما تلاها من انفتاح واجتماعات في هذا الجانب في هذا الأمر في الواقع العملي خلينا نتحدث يعني منذ تلك الفترة إلى الوقت الحاضر شهدنا عودة سوريا في السياق العملي والتفاعل مع المحيطة العربي لكن في السياق الإجراء ما زالت بمعنى أن لم يتخذ قرار رسمي عربي بالإجماع بعودة سوريا في هذا الأمر لكن ما جرى ويجري الآن ويجري غلدا بهذا الجانب أنا بتقدير الشخصي هو نجاح جزئي ويمكن يبعث على التفاؤل بهذا الأمر ودعنا هنا أوضح يعني دعني أوضح هنا الغاية والهدف الرئيسي في نهاية المطافية ليست مسألة والله عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية العودة بالحيث الناحية الإجرائية هي وسيلة لغاية في السياق الدبلوماسي يهدف إلى خلق عملية سياسية تؤدي إلى استقرار سوريا وتؤدي إلى عودة سوريا بسياق كامل واللعب دور في النظام العربي في هذا الجانب فلذلك هي مسألة العودة جزء من كل في هذا الجانب بتقدير الشخصي قد يكون الاشتباك الدبلوماسي العربي العربي وأيضا العربي السوري في هذا الأمر قد إلى حد ما سهل مهمة أن يتخذ القراءة الإجرائي خاصة عند الحديث عن أنه بعد سبوعين أو أكثر هناك القمة العربية المنوع عقدها في السعودية في هذا الجانب اجتماع مكر قطعا بتقدير الشخصي قد يتم البناء على كثير من الأمور قد يتتخذ خطوات وتأسيس ما يسمى في خارط الطريق خارط الطريق طبيعي لكل من الأطراف سواء كانت في سوريا الدول العربية عليها اتخاذ مجموعة من الخطوات التي قد تؤدي إلى عودة سوريا كيف يمكن وصول إلى هذه الغاية دكتور حسن الوصول إلى هذه الغاية وهي إيجاد لربما حل سياسي عن طريق عربي للأزمة السورية في ظل ممانعة لربما بعض الدول لا نستخدم مصطلح ممانعة ولكن نظرة مختلفة لبعض الدول العربية لعلاقاتها مع سوريا وبعض الدول ما زالت لديها بعض علامات الاستفام لهذه العودة وبالتالي هذه الجهود الجهود غدا وأيضا الجهود الأردنية هل ستفضي إلى إقناع معظم الدول العربية أو جميع الدول العربية بهذه العودة السورية إلى الخضن العربي يعني معظم الدول العربية مقتنعة هنالك بعض الأطراف اللي ما زالت متحفظة على ذلك ومن هون إلى عقد القمة العربية قطعا اجتماع عمان وما يليه أيضا من تواصل قد يقنع بعض هذه الأطراف التي قد توافق على عودة مشروطة أو قد يكون هذا الزخم والإنجاز الدبلوماسي الجزئي والطبيعي يشكل قاعدة اللي بنا عليه ليس بالضرورة أنه في اجتماع القمة القادم أن يكون هنالك عودة إجرائية رسمية بهذا الأمر وإنما القمة القادمة تتبنى ما يسمى في المبادرة اللي هي في جوهرها أردنية المبادرة العربية أو خارطة الطريق وبعد القمة حقيقة يمكن الاستمرار في هذه العملية السياسية وبناء الزخمة وبالتالي تؤدي إلى رجاع سوريا وبالتالي تؤدي إلى خلق عملية سياسية ذات معنى لكن أيضا هنا دعني أوضح مسألة المعيقات والمحددات هي فقط لا تتعلق بالمسألة العربية أنت تعلم أن الصراع في سوريا بنهاية المطاف تم تدوينه بمعنى أن المسألة السورية مدولة في هذا الجانب قد ترجع سوريا إلى الحض العربي قد يكون هنالك إجراءات بهذا الجانب لكن الجانب العربي مهم لكن يبقى المعضلة خاصة في السياق الغربي الولايات المتحدة الأمريكية الغرب في هذا الجانب الذي ممكن إلى حد ما كثير من الأمور عقوبات دبلوماسي اقتصادي قد إلى حد ما يضع ضوابط ويعرقل مسألة اندماج سوريا كونية سأتي معك إلى هذه النقطة وكيف ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية استغلال العلاقة المتوترة مع روسيا في هذا الملف وفي هذه التنازلات هنا ولكن قبل ذلك التحركات السورية الأخيرة من سوريا سواء من الرئيس السوري أو حتى الخارجية السورية لربما تدلل على نية سوريا فعليا إلى هذه العودة إلى الحضن العربي يبقى بعض الملفات التي تطلب من سوريا القيام بها وتحديدا فيما يتعلق بإصلاحات داخلية وإصلاحات في علاقات خارجية ولربما أيضا محور إيراني واضح يجب الحديث عنه وعدم إغفاله بالتقارب الإيراني السعودي مؤخرا وبزيارة رئيسي لربما المتوقعة إلى سوريا وبالتالي ما الذي يحاك هنا تحديدا وما السيناريو في هذا الملف لذلك تحدثنا على المسألة أنها عملية عملية تطلب خطوات تطلب جهد والمسألة ليست مسألة وقت بمعنى أنه والله الأسبوع القادم أو خلال الأسبوعين سوف يتنتهي كل هذه العملية لا على العكس هناك عملية بالخلال اتخاذ خطوات واشتباق دبلماسيا وأشرت إلى الحراك السوري باتجاه الدول العربية والحراك العربي باتجاه سوريا بهذا الأمر أيضا في هناك حراك دولي إقليمي يعني منذ يومين ثلاثة انتهت الاجتماع الرباعي ما بين سوريا وبين روسيا وتركيا وإيران في موسكو مثلا بهذا الجانب وبتقدير الشخصي أنا بتقدير الشخصي من منطلق براغماتي واقعية سياسية صار هناك أدراك ويمكن قناعة لدى الرئيس السوري ولدى صناعة القارة في سوريا بأنه لا بد عن الانتقال أو التحول من مربع اللعبة الصفرية إلى ضرورة أن يكون هناك عملية سياسية تتطلب تنازلات تتطلب خطوات لذلك إذا بدنا نرجع على المبادر العربية واللي جوهرها المبادر الدينية تتحدث عن خطوة مقابل خطوة في هذا الجانب وكثير من يعني لن تكون هناك تكلف صفرية مثلا على النظام لا إذا بدنا عملية ناجحة لابد من أن الأطراف جميعا تتخذ خطوات حقيقة تقنع المجتمع الدولي بأنه في نهاية المطاف المسعى العربي أدى إلى تحريك الوضع الراهم أدى إلى تحول في سلوكيات النظام أدى إلى خلق عملية سياسية سورية وليات المطاف أنه في نهاية المطاف قد يؤدي إلى أيضا تناقص النفوذ الإيراني أو تنظيم أقلها تنظيم النفوذ الإيراني بهذا الجانب بهذا الاتجاه فهنا نتحدث عن عملية وقد تأخذ وقت بالمناسبة يعني من هنا القمة وما بعد القمة لكن المهم هو تأسيس نقطة انطلاق وقاعدة متفاهم عليها الجميع وعلى مبادئها وأن تكتسب هذه زخما في هذا الأمر نعم إلى أي مدى الآن دوليا كما ذكرت سابقا لربما الولايات المتحدة ستبارك هذه العودة وستبارك هذه العملية بإدارة جو بايدن ونظرتها الواضحة لربما سابقا إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى النزاعات التي تداخلت فيها المصالح وبالتالي هنا الدور الروسي في هذه العملية بالإضافة إلى العلاقة الروسية السورية كيف سيمكن قراءتها من وجهة نظر إدارة بايدن وبالتالي هل ستبقى الضغوطات والقوانين والعقوبات كما هي أم أنه سيتم فعليا مباركة هذه التحركات بشكل آخر أنا شخصيا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب سوف يبارك هذا الأمر على العكس من ذلك المواقف المعننة من أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تعيد التطبيع هي تعارض التطبيع في هذا الجانب في هذا الاتجاه لمما لا شك فيه يعني واحد من تعقيدات الواقع السورية مسألة الاستقطاب الدولي والآن يمكن مسألة التحول في القوة التنافسية موضوع روسيا أوكرانيا موضوع الصين قد يعقد هذا المشهد إلى حد ما وبالتالي بتقدير الشخص يجب أن يكون هناك صبر استراتيجي دبلوماسي للتعاطي مع المسألة السورية وأن مسألة المعارضة الغربية وكل هذه الأمور الواحد ممكن يراهل على تآكل عن طريق الوقت وعن طريق تحقيق إنجازات وتقديم تنزلات وإنتاج عملية سياسية تعمل تدريجيا مع مرور الوقت قد يتآكل موقف الأوروبي قد يتآكل موقف الأمريكي وأنه في نهاية المطاف قد تصل أمريكا وأوروبا إلى قناعة بأنه لا بد من الاعتراف بالأمر الواقع لكن على المستوى القصير ألا أتوقع بهذا الأمر على العكس من ذلك الأوروبا والولايات المتحدة ولا تنسى أن مسألة صنع القدار في أمريكا في دولات المتحدة الأمريكية متعددة في هناك رايعان في هناك برلمانات في كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات لكن قطعا عودة سوريا وعمل عملية سياسية ناجحة يعتبر نجاح متقدم في التعاطي مع المسألة السورية لا تنسى أن المسألة السورية المجتمع الدولي تعاطى في مسارات مختلفة ولم تؤدي الغرض إذا هذه العملية العربية التي جوهرها المبادل الأوردنية أدت إلى تحريك الوضع الراهن وأدت إلى تقدم قطعا في نهاية المطاف سوف تؤثر في الموقف الدولي اللي تقريبا يعني أنت بتحدث عن الصين وروسيا ودول أخرى ما عندها مشكلة على العكس من ذلك بالنسبة لروسيا الآن من مصلحة روسيا أن يتم إنتاج عملية سياسية تؤدي للصغير في سوريا لأن سوريا الآن عبع على روسيا اللي هي أيضا الآن بتواجه تحدي مواجهة سراتيجية في أوكرانيا مع الغرب بهذا الجانب في سياق ذلك قبل أن ينتهي الوقت دكتور حسن في سياق ذكرك للمبادرة الأردنية والمبادرات الدبلوماسية الأردنية البعض يحذر الآن وسأعرج معك على هذا الملف عن ما يجري في السودان وبأن سيناريو قد يكون مشابه إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه لسوريا وعمليات التقسيم أو حتى للمثال الليبي وبالتالي الآن سياق المبادرات الأردنية الدبلوماسية في هذا الملف من عملية التحذيرات ومن عملية أيضا الاستقطاب الدولي فيما يجري في السودان مما لا شك فيه أخي العزيز هنا في الموضوع الدبلوماسي الأردني التي تحدث عن الأردن كمدرسة دبلوماسية فاعلة لها إطلالات على مختلف القضايا وهم المفروض أن النظام الإقليمي العربي وأيضا الدول على السعيد العالمي بتقدير الشخصي استفادت من تجارب الأزمات التي حصلت وصراعات التي حصلت في المنطقة بهذا الجانب الكل تأذى من ما يجري في سوريا في العراق في غيره في ليبيا في كل هذا الجانب فلذلك يفترض من المفروض أن يكون هناك نهج مختلف للتعاطي مع السودان التي هي الآن لغاية الآن تتجه باتجاه مسألة التصعيد وحرب أهلية في هذا الجانب فلذلك الخبرات الأردنية والمبادرات الأردنية قد يتم الاستفادة منها لكن هنا دعني خلينا أشير أن بالنسبة للأردن والسياسة الخارجية الأردنية السودان مهم لكن بالنسبة للأردن الأولوية هي سوريا بهذا العمر على الأردن السودان مهم والأردن يرتبط فيه علاقات وكل هذه الجوانب ومن ضمن النظام العربي لكن في مسألة أولويات السياسة الخارجية الأردنية أو الأولويات الأولويات في هذا الأمر الواقع السوري بين تقدير الشخصي هو أولوية واستثمر الأردن فيه وبالمناسبة دعني أتحدث أن مسألة المبادرة الأردنية وكل هذه الأمور لم تأتي من أسابيع الأردن منذ أكثر من عام يعمل على هذه المبادرة وهذا الاشتباك مع كافة الأطراف حتى مع الأمريكان يمكن الأردن وجلالة الملك عبد الله الأكثر اشتباكا مع الإدارة الأمريكية ثلاث زيارات قام بها جلالة الملك عبد الله إلى واشنطن وقطع الملف السوري كان موجود مع كافة أركان الإدارة الأمريكية من المشرعين وغيره في هذا الجانب فلذلك بتقدير الشخصي المدرسة الديبلوماسية الأردنية يمكن استفادة منها وحقيقة مؤشر على فعالية الديبلوماسية الأردنية أن ما يتم الحديث عنه الآن من عمق عربي وسياق عربي يرتكز بجوهر إلى المبادرة الأردنية شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة كنت معنا الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات شكرا لك